تفرجيك يعني بيشيلوا من هون وبيعبوا هيك هون شوي وبيحطوهم بالداريال لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب فكر إذا بيعملوا شي لطولوا الأصابيع الإيدان أصابيع شوي أصار معرفة زنبينين بدك تطوليون؟ بحب كرمال العلاقة الجنسية دلة حلوة ومنحة بحس إنه أنا إذا بيكونوا بعد هيك رفاع ونعميا بيكون أحلى طيب بعد أول عملية كرت الصبحة عم بتقولي أنت كرت الصبحة إيه وبلشت بدوامة عملية التجمية طيب شو عملت؟ هلأ آخر واحدة عملتها بس من شعر وناص هي نحة خسر بتشيل من الخواصر وبيعبوهم بالأرداف وبينحطوا الجسم بس تفرجيك يعني بيشيلوا من هون وبعبوا هيك هون شوي وبيحطوهم بالداريال يعني شلت الفات من هون وعبيناهم بالداريال ليش عملت عملية تجميل أو عملت إجراء للمؤخرة عند المرأة؟ كرملة العلاقة الجنسية تظلها حلوة ومنحة قلت عملت المؤخرة؟ عملت ناحة خسر؟ منخورة ومنخار الصدر؟ لا طبيعي هو طبيعي بس العالم ما بتصدق شو بدي أعملهم؟ بس لهيك نقول اسم الله يحسن ما هلأ يحزوني طيب بعد كل عملية كيف أني أسر العمليات على العلاقة بين جوري والرجل اللي بحياتها؟ كل عملية تجميل أنا بعملها علاقتي بخطيبة بتتحسن أكيد لأنه هو بيكون طالب مني هيدا الشيء أولاً وأنا عبالي أعمله وهو حق اللي رغبت أني أنا أعمله وهو هلأ عم يشوفني أجمل برأيك لنجاح العلاقة بين رجل والمرأة هي جمال الجسد أو جمال الروح؟ بصراحة هلأ هو أول شيء أنت اليوم لما بتطلع فيني شو بيعزبك هلأ؟ أنت هلأ لما شايفني شو عزبك فيني؟ شو عزبك؟ روحي؟ شايف روحي أنت؟ أول شيء بدي يعزبك شكلي ما بيشوف جوه أول شيء الجسد لعلاقة ناشحة أي أجزاء من جسد المرأة طرفت الرجل أول شيء برأيك أنت؟ يعني أكيد صدرة ودريارة أن هلأ أكيد لازم يكونوا حلوين بتقولي أول شيء أنا جميلة وطموحة كيف الجمال ممكن يحقق لك طموحك؟ وكيف الجمال يلعب دور بسوق العمل اليوم عند المرأة؟ برأيك أنت؟ يعني هلأ أنا اليوم أنا بنت عادية ما أنا عاملة تجميل معنا نفس الشهادة بس أنا عاملة شوية تجميل وحلوة أحلى يعني وبروح منقدم نفس الوظيفة بياخدني لقلة ليش؟ لأنه أنا شكلي بدي أكون أكثر للشغل وهي حرام أنه ممكن ما يخضى حرام؟ إذا كانت مثلا فات أو إذا كانت مثلا إذا كانت إمرأة ممتلئة وين المشكل؟ ليش بدأت تكون المرأة يعني ضمن معايير محددة بتحددها بعض النساء أو بعض المشاهير؟ لأنه مش أنا اللي حددت هو المجتمع صار يحدد إن شكل المرأة لازم يكون حلو مش صحيح مارلين مورو كانت إمرأة ممتلئة وكانت أيقونة جمال مارلين مورو بوقتها ما كانت فيه ظاهرة التجميل وما كان فيه أجمل من مارلين مورو مين قالك أنه بين إمرأة مش عاملة جميل وحضرتك صاحب الشغل بياخدك أنت بالشغل؟ لأنه صايرة معي يعني أنا اشتغلت بشركة بلا شهادة وهلأ إذا بقول اسم الشركة بفوت على الحبس على أي أساس أخذك من دوني؟ على جمالي أخذوني على أي أساس؟ شغلوني على جمالي